اشتركوا في القناة قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة قائد الفريق الملكي للقدرة قال إن ناس عداء بعودة الحياة مجدداً لسباقات القدرة البحرينية من خلال سباق الانطلاق الذي سيشهد منافسة كبيرة بين المشاركين خصوصاً مع سرعة 100 كم التي تعتبر من المسافات السريعة في عالم القدرة والتي يحبذها الكثير من المدربين كما أن هذا السباق سيكون فرصة لتعرف على مستويات الجياد والفرسان والطرق التكتيكية لجميع الفرق وأكد سموه أن الفريق الملكي جاهز لهذا السباق بعد أن أنهى كافة التحضيرات والاستعدادات اللازمة مثمناً سموه الدور الكبير للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة برئاسة سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة في الإعداد والتحضير لإقامة باكورة سباقات الموسم في هذا العام شاكراً ومقدراً في الوقت ذاته جميع الجهود التي تبذلها اللجان العاملة المشاركة في تنظيم هذا السباق وكان الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة قد اتخذ خطوة بإقامة السباق الليلي ليكسر بها حاجز الروتين المعتاد في السباقات الافتتاحية التي شهدتها المواسم الماضية حيث تعتبر خطوة إيجابية نحو مزيد من التنافس والإثارة في أول سباقات الموسم لهذا العام وسيكون المشاركون من الإستبلات والفرسان على موعد مع السباق الليلي لانطلاقة الموسم الجديد للقدرة 2017-2018 والذي من المقرر إقامته مساء الخميس الموافق لثالث والعشرين من نوفمبر 2017 على ميدان قرية البحرين الدولية للقدرة والذي يتضمن السباق الدولي لفئة العموم لمسافة 100 كيلومتر والسباق التأهيلي محلي ودولي لمسافة 40 و 80 كيلومترا بدورهم رفع المشاركون من الإستبلات والفرسان الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعمه ورعايته المستمرة لمنافسات سباقات القدرة مشيدين بالدور الكبير الذي يقوم به سموه باعتباره فارسا من الطراز الرفيع وصاحب الخبرة الطويلة والإنجازات العديدة في سباقات القدرة محليا وخارجيا كما أعلن الفرسان جاهزيتهم واستعداداتهم لخوض غمار منافسات الموسم الجديد وتحقيق الإنجازات والبطولات التي تؤهلهم للمشاركة في المنافسات الخارجية ورفع اسم البحرين عاليا في البطولات المختلفة